ثلاثة أيام بلياليها في الغار لا يرى بشراً قط غير المختار عليه الصلاة والسلام نطقت بفضله الآيات والأخبار واجتمع عليه المهاجرون والأنصار وحسبه قول الله الواحد القهار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار وتلك والله منقبة لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض قال الشعبي رحمه الله عاتب الله جميع أهل الأرض في ترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر فمن يحاكي أبا بكر ثاني أثنين في الغار وثاني أثنين في العريش يوم الفرقان ذكره لحن على كل لسان في الصحيحين ما معناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ثم قال إكراما له وحفظا لمودته وبيانا لفضله لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر ترجمة نانسي قنقر